أهلا بكم إلى دائرة الشرق دعوة مغربية مفتوحة وجهها الملك محمد السادس إلى الجزائر بهدف طي الخلاف وفتح صفحة جديدة تضع مصلحة الشعبين في مقدمة أولوياتها وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات فما هي التفاصيل في خطاب الجلوس على العرش وجه ملك المغرب محمد السادس دعوة إلى الجزائر لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل بالتالي على فتح الحدود بينهما المغلقة منذ عام 1994 الملك المغربي دعا إلى تغليب منطق الحكمة وتمتين أواصر العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المغربي والجزائري والعمل في أقرب وقت ممكن على تطوير العلاقات المتوترة أصلا بسبب قضيات الصحراء مجددا أيضا الدعوة إلى فتح الحدود بالعموم عرفت خطابات الملك محمد السادس في كل مناسبة الدعوة لحل الخلاف مع الجزائر فسبق وأن وصف الواقع الحلي بأنه لا يتماشى مع طموح تحقيق الوحدة المغاربية التي جسدها أنذاك مؤتمر طنجة عام 1958 ترى الرباط ضرورة إحداث ألية سياسية مشتركة من أجل الحوار وتشاور مع الجزائر ويتم ذلك بالاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها وشكلها وطبيعتها عبر لجان متخصصة من البلدين بهدف تجاوز حالة الجمود والانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة حتى هذه اللحظة لم تصدر سلطات الجزائرية أي رد فعل رسمي تجاه التصريحات المغربية وهذا صمت لا يعني بضرورة تجاهلا للدعوة ولكنه وفق تقارير قد يكون تريثا وتقييما للموقف قبل إصدار أي رد لكن في المقابل يرى بعض السياسيين الجزائريين أن مبادرة المغرب لا حدث ويقولون أن الرباط سبق وأن عرقلت مسعى تطبيح حقيقي في العلاقات وذلك كان عام 2005 بعد لقاء جمع رئيس بوتفليقة ومحمد السادس للمرة الأولى بصفة رسمية في الجزائر بمناسبة القمة العربية ولكن على الجانب الآخر تحمل الرباط الجزائر مسؤولية انهيار العلاقات وانسداد أفق الحل وتؤكد بالتالي أن دعمها لجبهة البوليساريو واستقبالها إبراهيم غالي يغلق الباب أمام أي مبادرات للاتفاق وإنها بالتالي خلاف يمتد إلى حقبة استقلال البلدين فلتعد أو فلنعد بالذاكرة إلى الوراء ونتذكر بداية الأزمة علاقات متوترة وشد وجذب بين الجارتين منذ حقبة الاستقلال مشكلة الحدود مثلت نقطة الخلاف الأولى ففي مارس من عام 63 أجرى العاهل المغربي حينها الحسن الثاني زيارة إلى الجزائر التقى فيها الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن ملة ليبحث معه وضع الحدود بين البلدين ويبدو أن المباحثات لم تسفر عن نتائج فخلال خمسة أشهر فقط وفي أكتوبر عام 63 نشبت حرب الرمال إثر مناوشات حدودية قبل أن تتوقف المعارك في الخامس من نوفمبر بعد وسطة من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية في مارس من عام 76 تم قطع العلاقات بين البلدين بسبب ما اعتبرته المغرب دعما جزائريا لجبهة البوليساريو في قضية الصحراء ثم في مايو من عام 88 عادت العلاقات بين البلدين وسادت فترة من الهدوء النسبي أدت إلى تشكل اتحاد المغرب العربي عام 89 لكن الخلافات تجددت مرة أخرى اتهام المغرب للجزائر بشأن تفجيرات استهدفت فندقا في مراكش ما نجم عنه إغلاق الحدود البرية وفرض التأشيرة على مواطني البلدين وفي مارس عام 2005 اجتمع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والعاهر المغربي الملك محمد السادس لأول مرة في إشارة لتحسن العلاقات ومثل احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير في نوفمبر عام 2015 فرصة لإنعاش العلاقات بعد أن أرسل العاهر المغربي محمد السادس برقية تهنئة دعا فيها إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لكن مشادات كلامية بين من دبي البلدين في الجامعة العربية في مارس 2017 على خلفية قرار بشأن الترحيب بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عادت توثير العلاقات بين البلدين بعد فترة شهدت محاولات للحوار عادت أزمة الصحراء إلى الواجهة في ديسمبر عام 2020 بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب عليها ما قبله تحفظ جزائري التوتر الجزائري المغربي يعود لسنوات طويلة ومرتبط بملفات عدة ربما أبرزها ملف الصحراء إلا أن العلاقة بين هذين البلدين كانت آخذ بالتراجع خلال أشهر مرت ولأسباب كثيرة نتعرف إليها لا يغيب التوتر عن علاقتهما لكن مع نهايات عام 2020 عاد من جديد بوتيرة مرتفعة حيث اعتبرت الجزائر اعتراف ترامب بمغربية الصحراء بلا أثر قانوني مجددة دعمها لجبهة البوليساريو مما أثار غضب الرباط مرت أشهر وكان الرابع من شهر يونيو وكانت تصريحة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد فيها أن الحدود مع المغرب ستبقى مغلقة وحذر الرباط من التفكير في الاعتداء على بلاده وهذه تصريحات زادت تعقيد الأزمة في الثالث عشر من الشهر نفسه وعلى خلفية أزمة دبلوماسية مع إسبانيا قررت الرباط إيقاف المفاوضات بشأن تجديد امتياز مرور خط الغاز الجزائري إلى إسبانيا ما أثر حفيظة الجزائر بعد أيام كان المنعطف حين دع ممثل المغرب في الأمم المتحدة إلى حق تقرير مصير سكان منطقة القبائل في الجزائر التي ردت باستدعاء سفيرها في الرباط في الشهر نفسه صدرت تقارير تفيد باستخدام المغرب برنامج بيغاس هوس للتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين وهذا ما دفع الجزائر للتعبير عن قلقها وفتح تحقيقا للوقوف على حقيقة الموضوع حول هذا الموضوع استطلعنا لكم بعض الأراء على مواقع التواصل الاجتماعي دعونا نطلع على أبرزها خير يقول إذن المغرب وجه النداء إلى أصحاب القرار في الجزائر إنه نداء جدي وجديد في توقيته ومضمونه ولهجته ويقول أيضا وهو فرصة ذهبية ربما لن تتكرر في المستقبل القريب أما الياس فيقول أتمنى من كل قلبي أن ترجع المياه إلى مجراها وأن يبدأ البلدان في بناء الاتحاد المغاربي الكبير لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ونختم بهذه التغريدة لحمزة التي يقول فيها لن تفتح الحدود بين المملكة المغربية وبين الجزائر لأن الملف أمني بحت ولا علاقة له بالسياسة في محاور نقاشنا لهذا الملف سنقرأ طرح العاهل المغربي لمبادرة الحوار مع الجزائر كذلك سنحاول فهم الأجواء إن كانت مناسبة من أجل عودة العلاقات بين البلدين والتحديات أمامها كذلك سنتعمق ما إن كانت هناك حاجة إقليمية ودولية للتقارب الجزائري المغربي لفتح هذا الملف نرحب بضيفينا عبر الأقمار الصناعية من الرباط معنا سيد جمال بن شقرون الناب في البرلمان المغربي وكذلك من الجزائر معنا الدكتور توفيق بوغاعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر أهلا بكما ضيفي أبدأ مع الدكتور توفيق بداية لو تقرأ لنا كيف تقرأ عدم تجاوب السلطات الجزائرية مع دعوة العهل المغربي إلى حل الخلافات العالقة وإعادة فتح الحدود بين البلدين التي مغلقة أصلا منذ عام 1994 وبرأيك هل المسألة هي مسألة تجاهل أم تريث؟ تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام أعتقد بأن خطابات العيد العرش الذي منفك الملك المغربي كل سنة يجدد مثل هكذا خطابات حتى أصبحت لازمة في خطاباته بأن يمد يده إلى الجزائر لكن هذا الشعار بأنه يقدم يده للجزائر هناك وقاء في الميدان تتنافى جدريا مع هذه الدعوة ونحن لسنا ببعيدين من مذكرة سفيره في الأمم المتحدة الذي يهدد وحدة الجزائر واستقرار الجزائر وتبني تنظيما إرهابيا لانفصال منطقة القبائل التي ليست موجودة على أرض الواقع أعتقد أن هذه اللازمة التي منفك الملك المغربي ورددها كل مرة لا تعكس نية حقيقية للمغرب في ربط جسور للثقة مع الجزائر لذلك فلا تصور بأن حكومة الجزائرية سوف تعطي أي موقف جراء هذا النوع من الخطابات لأن هناك وقاعة فيها وكذلك لا توجد هناك جدية فعلية من طرف المغرب لاستجابة لمطالب الجزائر للبدء في جسور ثقة حقيقية بين الدولتين نعم سيد جمال رغم التوتر الحاصل تقريبا منذ أسبوع بين المغرب والجزائر عقبة أو على خلفية دعوة ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة إلى حق تقرير المصير بما يتعلق بسكان منطقة القبائل في الجزائر أتى العهل المغربي اليوم ليطرح هذه المبادرة في هذه الظروف برأيك هل الظروف فعلا والأجواء أصلا مناسبة لطرح هذه المبادرة وهل قد تلقى أذانا صاغيا من الطرف الآخر وطي صفحة الخلافات الممتدة والمتجذرة منذ سنوات طويلة أصلا مساء الخير سيدتي لك ولكل المشاهدي الكرام ولضيفك الكريم فعلا هي دعوة صادقة والمغرب عبرها عن حسن النوايا وما تكرار هذه الدعوة من طرف صاحب جلال الملك المغرب هي تأكيد على أن المغرب عازم على مصالحة الوضع السياسي مع الجزائر وأن الجزائر يجب أن تعي تماما أن هناك ربح كبير اقتصادي والسياسي من خلال فتح الحدود ومن خلال معالجة كثير من القضايا وعلى رأسها تراجع وتعنت حكام جزائري فيما يتعلق بقضيات الصحراء المغربية الحديث على أن هناك تحدث المغرب فيما يتعلق بمنطقة القبيل هي فعلا إشارة قوية بأن المغرب لا يمكن أن يذهب نحو تفكيك الدول وزعزعة استقرارها فهناك في الجزائر كما هناك في إسبانيا وبالتالي مساندة الجزائر لجبهة الانفصال البوليزاريو غير مفهومة تماما وفيها ضربة قوية لمصالح البلدين والطموحات المشتركة من أجل إحياء اتحاد المغاربي من أجل الانتصار لمصالح الشعبين الشقيقين هناك مغاربة كتر في الجزائر وهناك جزائريين كتر في المغرب وعلاقات قرابة متوسعة وممتدة فعيب وعار أن يستمر هذا الحصار وهذا الظلم الاجتماعي تجاه الشعوب شعوب المنطقة فالمغرب اليوم سيدتي قطع أشوطا كبيرة في مصار التنمية ويريد للمنطقة أن تجتهد لتواكب مصار التنمية بشكل جماعي ويجب أن نعود الوراء للتاريخ والمغرب الكبير الذي كان يحتضن جميع القضايا الإقليمية والذي يرغب بشكل قوي حكومة وشعبا بقيادة صاحب جلالة في أن نرفع شعار التنمية الجماعية وأن ننتصر للحلول الواقعية غريب تماما أن لا تستجيب الحكومة الجزائرية وأن لا تتجاوب واستفاعل مع أهل الدعوة الصادقة الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلولة تستكرر فعلا كل سنة لماذا؟ لأنها للتأكيد على أن المغرب له نية صادقة وله رؤية تاقبة من أجل أن نبني المستقبل جميعا وأن نسعى جاهدين لتصحيح كثير من الأخطاء التي تم القيام بها للأسف دكتور توفيق برأيك ما أبرز التحديقات أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الرباط والجزائر وإلى أي مدى بإمكان الطرفين حل هذه الملفات الخلافية الصعبة أصلا فقط دعني أعلق عن نواية هذه الطيبة التي يحاول ضيفك من المغرب أن يبتها بأن جلالة الملك يسعى إلى ربط علاقة أخوية مع دولة الجزائر لكن هناك وقائع في الميدان ونحن لسنا ببعيد على ما قامت به المغرب من تجسس على أكثر من ستلاف شخصية جزائرية عسكرية ومدنية نحن لسنا بعيدين على خطاب الدعوة إلى الانفصال منطقة القبائل واحتضان المجموعات الإرهابية الوهمية التي تدعي بأنها تريد الاستقلال منطقة القبائل واعتقد بأن سكان منطقة القبائل أبانوا على وحدوية أرض البلاد وخاصة وأنه كان يخاطب في مجلس في الأمم المتحدة شخصية من منطقة القبائل ذاتها ويدافع على مصالح الجزائرية فابتكار مثل هكذا قضايا محاولة للرد بطريقة اعتبر بأنه سلوك سياسي غير متزن يعبر عن مدى وهن الذي عليه المخزن في هذه المرحلة نحن في الجزائر نسعى دائما على وحدوية المغرب ووحدوية الشعب المغربي في إطار الأمم المتحدة وفي إطار أما في قضية الصحراء الغربية فأعتقد بأن هذه قضية قضية تصفية استعمار موجودة على مستوى الأمم المتحدة وأن جميع الأطراف تسعى إلى حلها وفق الرؤية التي يريدها الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحده الذي سوف يقرر مصيره بالانضمام إلى المغرب أو البقاء في تشكيل دولته المستقلة المحاولة الخلط وربط العلاقات الجزائرية المغربية دائما من طرف المغرب وربطها بالصحراء الغربية هذا تبيان بأن القضية يريد المغرب استخدام قضية الصحراء الغربية كقضية وظيفية من أجل خلق نوع من الوحدوية الوطنية تجاه ما يسميه بالعداء الخارجي تليف كذلك أن هذه الدعوة في منطق العلاقات الدولية وفي منطق الأعراف الدبلوماسية إذا أرادت دولتين في حالة مناكفة وفي حالة صداب دبلوماسي المستمر منذ استقلال الجزائر بسنة 1960 لا يمكن مثل هكذا دعوات لرأب الصدع بينهما أن تتم عبر قنوات الإعلامية الأساس هو أن تبدأ هناك قنوات دبلوماسية والعمل عليها من أجل تفكيك الخلافات وأعتقد بأن الجزائريين ليسوا من هوات صناعة الأعداء لكن العهل المغربي تحدث عن ضرورة وضع ترتيبات للحوار تحدث عن عبر آليات سياسية ومناسبة بين الطرفين من أجل بدء هذا الحوار ولكنه أبدأ نوايا صادقة لإستئناف هذا الحوار لست أدري كيف لمست هذا الصدق من خلال خطاب إعلامي الصدق يعبر عنه بالواقع أنا لم أرم الشيء أنا أتحدث بالمعطيات نعم 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 دائما نحن نريد فعالا وليس أقوالا محاولة الملك المغرب كل مرة الظهور بمظهر الذي يريد فتح صفحة جديدة مع العلاقات مع الجزائر لكنه في نفس الوقت وفي الخفاء يعمل ضد مصرحة الجزائر ويقيم علاقات مع الكيان الصهيوني ويبرم اتفاقيات من أجل شن حرب إلكترونية ضد الجزائر فلا أعتقد أن دولة مثل الجزائر سواء شعبا أو حكومة ترضى بمثل هكذا ممارسات ثم نتجاوز كل هذه دون اعتدارا رسميا من المغرب وطيس هذه الصفحة ثم نبدأ في صفحة جديدة لا أساسها أو لا منطلق لهذه الصفحة الجديدة الأساس أنه عندما تريد نبدأ علاقة ودية جديدة لابد من تصفية كل الموروث الخلافي الموجود دعني أسأل السيد جمال وأعتقد أن الرئيس تبور قدم شروطه بدروة اعتدار المغرب ثم بعد ذلك نبدأ في صفحة الجديدة جمال مسألة طرح المصالحة يترتب عليها حلول للملفات الخلافية بين المغرب والجزائر أي طرح ستقدمه المغرب اليوم بهذا الخصوص وتحديدا بما يتعلق بملفات الحدود دعيني سيدتي أولا أعلق على ضيفك الكريم غريب ما يقوله هذا الأستاذ العزيز كيف يقول بأن هناك تجسس أن هذه مزاعم باطلة وإتعامات باطلة لا أدلة لهو المغرب لنفى ذلك ويجب أن لا نقول كلاما غير صحيح تدعو إلى الوحدوية وأنت تدعب كيانا انفصاليا ضد وحدة المغربية هل هذه هي الرسائل للوحدة؟ غريب جدا أن تقول هذا الكلام أن المنطق يقول أن المغرب كان له دور كبير وستراتيجي في استقلال جزائر المغرب لعب أدوارا لقاومة استعمار الفرنسي نعم دعونا نعود لصياق ملف هذه الحلقة نتحدث عن الطرح الذي قدمه العاهل المغربي نريد أن نوضح هل هذه الدعوة الإيجابية كيف يمكن تطبيقها وتنفيذها على الأرض ما الذي تريد الجزائر ولكن لا يمكن سيدتي أن أمر لا يمكن أن أمر على مقالة أستاذكم الكريم لا يمكن أن أقبل دعيني أقول لك دعيني أقول لك وانا استمعت له جيدا واستمعت لك أيضا أنا أقول الآن ولا يمكنني أن أعبر إلا من خلال ما سمعته لا يمكن أن أمر على مقالة أستاذكم الكريم اعتبارا لأن المغرب الآن له الصدقية في النواية وقرارات المغرب بخطاب ملكي وخطاب سامي وتقريري يقول له خطاب إعلامي كيف يروج بأن خطاب صاحب جلال الملك البلاد وخطاب إعلامي هذا كلام غير معقول ديبلوماسية رئيس الدولة الآن رئيس دولة يقوم بأدواره الديبلوماسية ويدعو صيد رئيس دولة الجزائر إلى الجلوس حدثنا عن الخطوة الأولى التي ستراجع عن جزائر عن تعنتها عن تعنتها في مددعم جبل انفصالية بوليزاريو يتحتضن بوليزاريو في تندوف سيدتي يتدعمها بالسلاح والغذاء انظر إلى ما يقع الآن ليس من مصلحة الجزائر ما يقع الآن ما يقع في المنطقة الإقليمية والآن ما الخطوة التالية التي ستقدمها الريبار باتجاه إحداث خرق إيجابي مع الجزائر هناك خطوات سيدتي نحن مستعدين أنا بإسم البرلمان أقول أسمعيني سيدتي أقول بإسم البرلمان نحن مستعدون للنقاش الدبلوماسي هناك مجموعات صداقة هناك منظمات دولية نشترك فيها في القرار الإقليمي والقرار الدولي هناك الحكومة المغربية مستعدة للجلوس والحوار وهذه رغبة الآن لطيب الفات حارقة تستغل الآن من أطراف خارجية الجزائر ليس من مصلحتها ما يقع الآن في الأقليم الجنوبية أو في المنطقة كلها هناك توترات ستعود بالدرر على الأقليم كلها أسقلية سحراء قدية معترفة آن بشرعيتها من طرف أكبر دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية فعلا هي في الأمم المتحدة لكنها بطلب مغربي وليست بطلب آخر هناك فعلا الآن تسوية النزاع على أنظار طاولة الأمم المتحدة ما تقول جزائر؟ لماذا تنخلطوا في هذا النزاع؟ ولماذا تدعمه؟ ولماذا تدعو إلى الانفصال؟ لماذا تقوم بذلك؟ ما هي الأرباح التي تجنيها جزائرين وراء ذلك؟ دعيني أقول لك بأن صاحب جلال الملك البلاد الآن دعوته صادقة ويجب أن نبني والسغلة الدرفية للمستقبل المقبل لأبنائنا وبناتنا شعبين الشقيقين جزائري والمغربي يجب أن نقف وقفة رجل واحد وبرأة واحدة ضد كل هذه الأساليب التي ستضر بمصلحة الطرفين فعلا هناك إجراءات ملموسة اليوم يمكن أن نقوم بها من خلال آليات ديبلوماسية آليات سياسية واقتصادية المغرب الآن يمد يده ويريد أن يحتضن بحضن دافئ بحضن طيب بحضن وبكرم المغاربة وبالتالي الجزائريين والمغاربة هم شعب واحد سيدتي نحن شعب واحد وقالها صاحب جلال نحن أكثر من دولتين نجارتين نحن توأمان يجب أن يفهم الجزائريون سواء الشعب الجزائري أو الحكام يفهمون أن هذه رسالة قوية يعني توأمان هذه لها حمولة قوية جدا لها رغب أكيد لتصحيح الأخطاء التي يقوم بها الحكام في جزائر نعم كنتم معي عبر الأقمار الصناعية من الرباط السيد جمال بن شقرون النائب في البرلمان المغربي ومن الجزائر الدكتور توفيق أبو قعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر شكرا جزيلا لكم فصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع ما تبقى من ملفات دائرة الشرق ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر